انشغلنا الفترة اللي فاتت بالانتخابات الأمريكية والمصرية والأردنية والانتخابات الجزائرية ووضوع كتير يا جماعة مهمة عدت من غير ما نتكلم عنه يعني في عز الانتخابات الأمريكية أمريكا وضعت عقوبات على سياسيين لبنانيين قلنا ما ده العادي يعني أكيد نواب في حزب الله لحزب الله بيعمل النظام السوري عليينه بيطعم بيطلو في البلد قالوا لا قلنا خلال أكيد حد بقى من حزب الله بيهتعامل مع نظام السوري حزب الله ناقص نظم حفلات الشاي وإعادة الميلاد لبشار الأسد قالوا لا برضو حد سوري تبع قانون قيسر بس حزب الله مخبيه قالوا برضو بص مش تبع حزب الله خالص أمريكا المراضي ثابت كل السياسيين في لبنان ومسكت واحد بس معين رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات الأمريكية رسميا وفقا لقانون ماجناتسكي البعض وصفوا بالزلزال السياسي أمر واقع ما فيه واحد يهرب منه حدا سأل ليش هالرجل أزعج الأمريكيين لهذه الدرجة فيه تحدي عمله فخامة الرئيس ورجع عمله الوزير باسيل هيدا أول زعيم بقول لا لأمريكا بقول لا لأكبر دولة التحدي العمله فخامة الرئيس وأكبر من أجهزة المخابرات الأمريكية تحيد أكبار الوزير جبران باسيل لشجعته خطابه من أرقى الخطابات استطاع رئيس الطيار الوطني الحر أن ينتصر على من ابتزه انا برأيي مبارح بالعقوبات خلصت المفاوضات وتحرر الوزير جبران جبران باسيل تحرر جبران باسيل تحرر جبران باسيل اللي تعرض له بنعمل عنه كتاب إذا بدك سميها الهلاهول التقليدي اللي كانت إجا هلأ الهلاهول أصلي شوفي عنترة بن شداد واحدة هو بدا الجميع برا عندك هذا الوحش اللي هو أمريكا هو بوجه يعني مثل عنترة بن شداد بوج كل هيد الجيوش وحده هذا عنترة بن شداد كر فأنت حر كر فأنت حر على جبران باسيل أنت بتشبه جبران بعمل عنترة بن شداد هو يعني عشان يتجوز عبلة بنت رئيس القبيلة تم مش كده يعني هو ماشي التشابه الوحيد ممكن يكون في المهر يعني المهر من عنترة العبلة كان ألف ناقة بس ده استحالة يا جماعة يجيب ألف ناقة ده آخره 200 ناقة وبالعافية يعني يعني عنترة كان محارب وشاعر كان بيتميز برقة قلبه في الشاعر وأسوة قلبه في الحرب ده شهرته شهرة عنترة بن شداد لكن حضبك ده شهرته هلا هلا وهلا هلا هو جبران باسيل أيوه يعني ده بيقول شعر لكن ده بتقل فيها شعار سيدة أمريكا عامل عقوبات على جبران هو ناقص يعني الشعب اللبناني معاقبه خلقه ومسميه كده ثم أمريكا مزود عليها بالعقوبات إيه ده وفي لبنان عايزين تعملوا كتاب عن جبران لأ أول مرة عارف المعلومة دي معقولة في لبنان بيتبيعوا كتب فاضية يا بقت ساي بقوا كده في لبنان ولا إيه بعدين أمريكا مش عامل حساب للنظام اللبناني وبتعاقب جز بنت الرئيس هي عاملته إيه ما بصراحة لما عقبته بس ليه في الوقت ده بالذات ده ترامب بيعاد زي العالي الصغيرة على تويتر بقاله أسبوعين وبيغني غرباء وسوف نبقى هنا دول جايين عقوبة جبران يا أمريكا فيه ولا في إيه نرحب بيضيف نشر موقع السياسة الإلكتروني الصحافي رامي نعيم أهلا وسهلا فيه ناسا الخير إلى رمزي هذا التوقيت يعني لماذا اليوم؟ اللي بقدر أكده جبران باسيل رح يظل رئيس تيار الوطن الحر رئيس أكبر كتلة بارلمانية بلبنان وترامب عم بده يجري بيشوف شو بده يعمل كي بده يزور الانتخابات اللي يرجع على البيت الأبيض وبيقدر أقول أنه هيدا العقوبات هي لمصلحة الوزير باسيل اليوم يعني أنا شخصيا مبسوط أنه في عقوبات على الوزير باسيل من بعد ما شفت اليوم بس نحكي عن أنه رح ينحط عقوبات على الوزير باسيل اللي تراند اليوم على تويتر هو كلنا جبران باسيل من بعد ما كان التراند بـ 17-20 هيلة هيلة هو هيلة هيلة آه الحمد لله جميعا ده أسمعك حسينت جدا بعد ما كان تراند هيلة هيلة وهيلة هو عديق بقى هيلة هيلة هو عالمي يعني كان زيتنا في ديئنا وآخرنا يعني كعرب عرفين أنه هو هيلة هيلة هو بارتتاي خلاص خد خط من بيط لابيط الوقتي كان رفع ايده في آخر الفصل ومتزنب دلوقتي بقى بلبوس في الحش جنب العالم يا بتقول ايا معلم يعني ده جبران لو جايب حمدتي يدفع عنه ومش يغلط في كده يا فاكرين لما كنتم تشتموه عشان عليها أضايا فساد وكنتم عاملوه ترند ترقى دلوقتي وبقى ترند تاني بس مش شتيمة ياها فاكرين هيلة هيلة هو هيلة هو لا خلاص بقى ده نزل علي عقوبات عشان عليها أضايا فساد بس الحمد لله مش شتيمة لا يا جبران بسيبك من التقس الوتي فيه وركز كده الله يخليك شان الموضوع كبير انا بقول لازم تسعد بقى لازم تروح للأصر الرئاسي بص اول ما تروح هناك اشترب لك كده ايه 500 كاسة شاي من الرئيس مش اللي عم تخزينهم فاكر ارجوك قبل ما تقول اي تصريح العالم كله دلوقتي عينوا عليك تراجل كبارة دلوقتي وهي لا هي لا هو رسمي على قائم الانتصار سباتك وقفة وحاجة طينا يعني فارجوك فكر قبل ما تقول اي تصريح انت مش قده انا لما كنت عم بتحدى كل دول واجهزة العالم كنت عارف حالي كتير منيح مين عم بتحدى وهيدا اقل تمن بدفعوا قدام اتمان دفعوها جدود هالعقوبات مطالة غيري وانا بحملها وما في مشكلة وطلعت العقوبات نهار الجمع يعني بيعز اعلان نتاج الانتخابات الامريكية كان بيلون فيه وقدمولي الشي اللي اعتبروه مغريات كافية من النجومية النجومية بلبنان وبأماركا والحمد لله يعني مش عايز اقلوكو عن النجومية اللي انا فيها نجم نجم يعني جايب لي نفس الشيتيمة في لبنان وامريكا بقيت عقص وناشونال حرفيا سوبروستار ساعدتك دخلتي بتعارب نخالتي ان هو بتشتمشي نص الشيتيمة من انا بتشتمها انت بتشبه نفسك بأجددك ده انت أجددك لو عرفوا ان حافظهم هيبقى جبران كان زمانهم قطعوا شجرة العلم ونجدرها قلت انت فرحام فيه انت بتخيل ان حامدتي مرفوع عليها العقوبات وانت عليك عقوبات انت بتخيل وصدت فين وقالتش انت بتتحدى مين بتتحدى أجددك العلم انت فهم غلط ما تعملش فهم ناضر انت عليك قضايا انت عليك قضايا فاسية تتحدى مين انت لو تحددت حامدتي في ورقة طوبة مقصة هتخسر على أجددك العلم هال انت لو سبوك لوحدك مع جهاز حماية المستهلك ممكن يستهلكك لا يا جبران الكلام الكبير ده لا أرجوك هدا كده محتاجينك تدحكنا في البرنامج يعني خلي بالك شان انت اللي هتقول وهتمسك عليك ركز يا كدروقات انت راجل كبارة وعليك قضايا فساد ركز في كل كلمة هتقولها أما قضايا الفساد الواردة بخصوصة فهي مضحكة مثل أزمة الطاقة في لبنان أزمة النفايات أزمة تلوث البحر عن جد وأنا المسؤول عن انفجار المرفأ وعقوبة اتضمت الفساد وحقوبة الإنسان هلا عرفنا بقلم مين مكتوب العقوبة وهلا عرفنا كيف تنكتب الهيلة هلو بالإنجليزي أوبا 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 ها اتكلمها ايه ده هم كتبو هلاك في التقرير؟ بالإنجليزي؟ وما أولوا لكش كمك بالإنجليزي ولا بالفرانكو ولا متعرفش حضرتك لو كتبت على وجوجل جبران بس هلو كان تقصد الهيلة هلو وهلاهلو تخيل كده مثلاً لو رئيس مثلاً إيه زنجبار مثلاً جاله هبوطه اضطراري بطيارته في لبنان يقول لك ايه ده انا فين؟ حضرتك انت في لبنان ايه ده بجد؟ المال فين مزار الهيلة وهيلة وهو؟ أنا سمعت ان هو موجودة عنده كنتم بس مش أي حد تانية في العالم أصلي تتقلبي الانجليزي دلوقتي عاكن كده جبران تاني بجد قضاء الفساد مضحكة؟ عن جد؟ أنا اللي مسؤول عن قزمة الطاقة في لبنان؟ عن جد؟ أنا اللي كنت وزير الطاقة وقلت لكم ان الكهرباء 24 على 24؟ أنا؟ عن جد؟ أنا اللي ضيعت فلوسكم وزودت ديونكم 40 مليار دولار؟ عن جد؟ أزمة النفاة؟ أنا؟ أنا اللي وفقت على محارق فوق 200 مليون دولار وفشاخت البيئة؟ أنا؟ أنا فعلاً صح؟ عن جد؟ اه عن جد انت؟ عن جد؟ طب أزمة تلوس البحر أنا اللي جبت واخر تركيا بتولد كهرباء ومعامل وبدل ما حل مشكلة الكهرباء لوست البحر؟ عن جد؟ ايوه عن جد انت؟ عن جد؟ ايه هتصدقونا في سقو أمريكا وتكذبوني؟ ايه دا اللي هو؟ وانت اللي قالت الجبنة؟ اوه انت اللي قالت الجبنة؟ بيتمثل ليه؟ صراحة؟ أنا ما كنتش عارف ان صوت صور لابنان وهتفاته ما تفضل تصطادك انت وكل السياسيين في لابنان حتى وانت نازل عليك عقوبات أمريكية اللي يابل إنجليزي انت اللي طلعت واعترفت بنفسك انك هيلا هيلا وهلا هيلا تخلي بالك اوه بعد كانت تلغبط وتكملها همتقدروا نعمل فيت هلا يعمل ايه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة